بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين قضية أثيرت بعد حديثي عن أحمد السيد وجاء بعض الناس يقول هذا من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام فأحببت أن أتحدث عن هذه الظاهرة ظاهرة أناس من الوهابية ينتسبون إلى آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام صح هذا النسب أو لم يصح طبعا ليس في ذهني أحمد السيد قد يكون نسب ثابتا لا أتشكك في نسب إنسان بعينه البصداء من الصوفية أو المتصوفة هنا يعني يحس بالحرج والخوف والوهابيون قد يعني أساسا استجروا آل بعض آل البيت إليهم بعضهم نسبوا ثابت وبعضهم نسبوا غير ثابت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهناك دعوة قضائية مرفوعة على بعضهم حينما ادعى النسب وهو رجل أصلا ليس من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويصر أن يسمي نفسه الحسن أو الحسين إلى آخره كنا في مؤتمر في يوم من الأيام وكان فلان من الناس معنا وهو من الوهابيين ما أدري كيف دعي يعني لكن المعتمر يعني المهم دعي فأمام كل شخص في الطاولة يوجد الاسم على حسب جواز السفر يعني المعدون للمؤتمر هكذا يرتبون فنادى القائمين على المؤتمر وأحدث نوع من الارتباك لأن الجلسة ستعلن قال الاسم خطأ ما هو الاسم؟ أضف الحسني أو الحسيني مع التذكر أنا ذاك أضف إلى الاسم من أجل ماذا؟ من أجل المتاجرة بهذا لإيهام الناس أنك إذا كنت أحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام فهؤلاء آل بيت صار وهابية ما نسبة الوهابية في آل بيت وما قيمتهم أمام الكثرة الكاثرة من أهل السنة والجماعة الذين هم من آل بيت فوجب الوقوف عند هذه الظاهرة ما واجبك شرعا أمام هذه الظاهرة؟ من ثبت نسبه عن النبي عليه الصلاة والسلام له حق احترام النسب ليس احترام الأفكار لاحظ؟ الجهة منفكة الأفكار مرذولة الطباطبائي الطباطبائي في منهم شيعة وفي منهم سنة وفي منهم وهابية وربما الأكثر شيعة وهذا من طباطب العلوي من البيت النبي عليه الصلاة والسلام يعني كل واحد طباطبائي شيعي أحترمه هناك أسر عريقة منهم من تشيح ومنهم من توهب بل ربما تجد منهم من ترك الدين في فترة من الفترات فما واجبي؟ نحن نقترف عن غيرنا نحن أهل السنة والجماعة نقترف عن غيرنا عندنا منهجية في النظر جهة النسب محترمة لا أهزأ ولا أسخر ويكون تعامل كما يقول الإمام الشعراني على ما أذكر يقول كما لو كان عندك ولد عاق فأنت تحبه لجهة كونه ولدا لك وتبغض فيه عقوقه هل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرضى عن الوهابي الذي يكفر ما بين السماء والأرض الذي يغالط ويتهم المسلمين بأنهم من أهل فترة فترة بين مين؟ بين ابن تيمية وبين ابن عبد الوهاب فترة من الرسل هذه؟ هؤلاء رسل الوهابية؟ إذن حتى أخونا أحمد السيد هذا أنا ليس بيني وبين رجل شيء وصفته بكذا وكذا لم أنتقصه إنما قلت مثل حياة التبن في وهابيته ليس في أخلاقه وفي أدبه ربما الرجل من أهل الأخلاق ومن أهل الأدب والمرجو عند الله جل جلاله وندعو له جميعا أن يعود إلى رشده إلى طريقة آبائه وأجداده أهل السنة والجماعة إذا كان من أهل البيت وإن شاء الله يكون كذلك ليس عندي مشكلة في هذا الباب فالجهة منفكة الظاهرة ليست جديدة الآلوسي في العراق كان من أهل البيت النبي عليه الصلاة والسلام في أكثرهم كان من أهل السنة الآلوسي أكثرهم حنفية ماتوريدية نقشبندية صوفية قادرية أكثرهم من أهل السنة والجماعة واحد اثنان واحد مختلف فيه واحد كان وهابيا وهابيا صرفا على طريقة ابن تيمية وابن عبد الوهاب لم يحترمه العلماء ورد عليه الإمام النبهاني ورد عليه بشدة بشدة لا مثيل لها إذن استغلال النسب من قبل الوهابية لترويج أفكارهم نكون على حذر منه دروشت بعض الصوفية ومحاولة تمسيح الجوخ معهم لأنه من آل البيت أيضا مرفوضة فجهة احترام النسب غير جهة عدم احترام الفكر طيب وما مصير هؤلاء اعتقادي اعتقادي أنا أنا من كان من هؤلاء وقد ثبت نسبه عن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت بشهادة الظاهر الذي هو الفراش الولد للفراش وللعاهر الحجر وثبت حقيقة عند الله تعالى فعلا هو فعلا من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام اعتقادي من كان كذلك أن الله جل جلاله سينقذه ولو قبل موته بساعة وسيموت على طريقة اهل السنة لن يموت على طريقة اهل البدعة سواء الشيعة أو وهابية هذا الذي اعتقده وهذا الذي افهمه من قول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجسة اهل البيت ويطهركم تطهيرا تطهيرهم من الذنوب لكن والعيوب لكن هذا متى إن استقاما في اول امره فهذا حسن وهذا الاحسن إن لم يستقب فهذا وإن لم يستقب يعني ماذا افعل في عصر الشيوعية وطغيان الشيوعية في بلادنا هناك من المنتسبين الى البيت وجده من نقباء الاشراف كان شيوعيا ماركسيا شيوعي ماركسي لكن تاب واناب ورجع واسلم وحسن اسلامه فإياكم ثم إياكم أن تغتروا جانب العقيدة الله تعالى اختبرك بها وبها يصح إيمانك أو لا يصح طيب هذا من آل البيت غرر به ثم تتداركه العناء الالهية قبل وفاته أنت من يتداركك إذا لم تحسن علاقتك مع الله جل جلاله بحسن الاعتقاد الشهوة يغفرها الله جل جلاله إن شاء الله كلنا ذلك الرجل من ذا الذي ما ساء قاط ومن له الحسن فقط سوى سيد المرسين عليه الصلاة والسلام ولكن الشبهة مشكلة كبيرة لأن إيمانك بالله يهتز إيمانك بالنبي عليه الصلاة والسلام يهتز ولذلك وجدنا الإمام النبهاني وهو يرد على بعض المنتسبين من اللياء البيت يقول يعني عجبا كيف تغضب من تعظيم جدك لو كان نسبك ثابتا وكنت تعظم النبي عليه الصلاة والسلام ما تغضب من تعظيمه واحد منكم واحد يمدح جده يغضب لماذا يغضب الوهابي عنده مشكلة في حالة مرضية لا يفهم النصوص ليس المنهي عنه الإطراء المنهي عنه إطراء مقيد من يفهم متى يفهم الوهابي متى يفهم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم علماء النحو ماذا يقولون الحال وصف لصاحبه قيد لعامله هكذا يفهمون النصوص هذا هكذا يقوله للغة الحال وصف لصاحبه قيد لعامله يعني لا تطروني إطراء مقيدا كالإطراء الذي فعله النصارى مع عيسى بن مريم الوهابي يفهمه هكذا لا تطروني مطلقا يا إيش هذا إيش هذا هذا جهل باللغة وجهل في أصول الفقه وجهل في كل شيء لذلك كن مطمئنا تماما إذا ما كنت تحترم النسب الشريف وفي الوقت ذاته تحترم الديانة التي جاء بها صاحب النسب عليه الصلاة والسلام وأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين